شكراً لزميل محمد الهرمودي على هذا التقرير المميز ما زلنا مستمري متواصلي معكم مشاهدين وننتقل في هذه اللحظات إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة وفي إطار حرصها على عكس الوجه الثقافي المشرق لإمارة الشارقة وتوفير مصادر المعرفة والتعلم لمختلف فئات المجتمع تسعى مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب إلى توفير العديد من الخدمات المميزة لمحبي القراءة إلى جانب تقديم الفعاليات والمبادرات الهادفة للتعرف مشاهدين أكثر عن هذه الخدمات نرحب معكم بضيفنا في استوديو صباح الشارقة بالأستاذ عبدالله جلاف مطور أنظمة وتطبيقات في مكتبات الشارقة العامة يا هلب يا مرحبا بك يسعد صباحك مراحب حيا كلا الله يحييت يخليت حدثنا في البداية عن مكتبات الشارقة العامة ونبدأ عامة عنها أولا شكرا على حسن الاستضافة الله يسلمك بداية أحب أن أشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أبو حاكم أبو المجلس العالي حاكم المارة الشارقة على اهتمامه بالكتب ودعمه اللامحدود للمكتبات ولكتب حيث أصبحت مكتبات الشارقة منارة للعلم والثقافة والتعلم وبدورها أسست ومنذ تأسيس المكتبات عام 1925 للمكتبات رسخت المكتبات دورها في تعزيز التعلم والثقافة حيث أنها من هذا المنطلق قامت المكتبات بتوفير العديد من المصادر الإلكترونية والكتب الورقية واللاورقية وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على الوجهة الناقدة والتي تجعل مكتبات الشارقة وجهة ثقافية الحمد لله نعم نحب أن نتكلم عن هذه المصادر والكتب التي تتواجد كذلك في أفرع مكتبات الشارقة العامة ولله الحمد ولكن أنا أتكلم شوي عن أهمية مكتبات الشارقة العامة في الحقيقة كوجهة ثقافية رائدة في إمارة الشارقة في الحقيقة من أهمية مكتبات الشارقة العامة هي توفير المصدر الحر للمعلومات نعم لجميع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار والعرق والفئات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة نعم كما أيضا من أهمية مكتبات الشارقة هو توفير هذه المصادر وتسهيل الوصول إليها عن طريق التقنيات المستخدمة المواكبة في هذا العصر الذي نواكبها كما أن مكتبات الشارقة من رؤيتها من رؤية مكتبات الشارقة هي أن تحرص على أن تكون الوجه الأمثل نعم والأنسب لجميع ومختلف أفراد المجتمع للحصول على المعلومات هذه وللراغبين والباحثين عن المعلومات الحمد لله مكتبات الشارقة العامة ولله الحمد تنتشر في مدينة الشارقة ومختلف المناطق التابعة لها نتكلم عن هذه النقطة بداية افتتحها صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العالي حاكم إمارة الشارقة مبنى الجديد لمكتبة الشارقة في عام 2011 في ميدانة ثقافة كما أن ومنذ هذا الافتتاح توفر وتحرص مكتبات الشارقة من قلب ميدان الشارقة وفروعها الخمسة في المناطق الوسطى وعلى طول ساحل الإمارة تخدم جميع احتياجات الأفراد في المجتمع من معرفة ومن فنون أدبية ومن بشتى المجالات الحمد لله مثل ما ذكرت استاذ يعني اليوم مكتبات الشارقة العامة توفر العديد والكثير من الخدمات لمرتديها ولي القراء ولي المثقفين في الحقيقة لكل فرد من أفراد المجتمع هناك فعاليات مستمرة ولله الحمد وهناك أقسام كثيرة في كل أفرع مكتبات الشارقة العامة في الحقيقة هذه الأفرع وهذه المكتبة اليوم مكتبة الشارقة العامة توفر يعني كثير من المصادر الموثوقة كثير من الكتب كذلك بمختلف أنواعها صحيح نتكلم عن هذه المصادر أكثر هناك كتب ورقية في الحقيقة يعني في مختلف المجالات تصلط في مختلف المجالات سواء كانت المجالات تهتم بالعلوم العامة المختلفة وكذلك الفنون الثقافة التاريخ وغيرها من المجالات العديدة والمختلفة بالإضافة إلى الكتب الإلكترونية نتكلم عن هذا الجانب قليلا حقيقة في البداية هي المكتبة بما يسمى مجموعة المكتبة الرقمية نعم أطلقت في عام 2017 وبمشاركة أوفردرايف حيث تتضمن أكثر من 38 ألف مكتبة ومدرسة منتشرة حول العالم وبالاشتراك معها فهذه المنصة هي فقط خدمة واحدة من الخدمات المكتبية الإلكترونية التي تقدمها المكتبة الشارقة العامة وهذه المنصة ما يميزها أنها سهلة الاستيجاب وتتوافق مع الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة حيث يمكن الوصول إليها عن طريق موقع المكتبة أو فهرس المكتبة الإلكتروني وكما يمكن الوصول إليها عن طريق التطبيقات الأوفردرايف الموجودة وهناك أيضا المنصات العديدة غيرها كمنصة المستودع الرقمي على سبيل المثال في مكتبات الشارقة فمنصة المستودع الرقمي تصلت الضوء على الكتب النادرة والمخطوطات القديمة فتقوم برقمنة هذه الكتب النادرة والكتب الرقمية وتحويلها من كتب ورقية إلى كتب إلكترونية ومما يساعد ويحافظ على تلك الكتب نعم ويسهل على الجمهور الوصول إلى تلك الكتب وغيرها من العديد من المنصات الإلكترونية كمنصة البحث الإي دي أس مما تسهل على الجمهور والأفراد المجتمع التنقل بين مكتبات الإلكترونية أما هذه المنصة منصة الإي دي أس تسهل عليهم فهي تجمع كل مكتبات الإلكترونية في مكان واحد وغيرها من المنصات والمصادر الإلكترونية كما منصة البحث الإي دي يو الخاصة بالرسائل الجامعية والتعليمية الخاصة بالرسائل الجامعية والتعليمية للراغبين في المجال التعليمي والأكاديمي وغيرها من الكثير من المنصات التي قد لا يتسعي الوقت لذكرها ما شاء الله يعني خدمات كثيرة تطبيقات ذكية عديدة طورتها مكتبات الشارقة العامة في الحقيقة أباء صلتوا وأتكلم عن خدمة الإرجاع الذكي خدمة الإرجاع الذكي في الحقيقة هي من الخدمات الأساسية التي تقدمها مكتبات الشارقة كخدمات عامة نعم ولكن ما قامت به المكتبة هي تطوير هذه الخدمة من خدمة عامة موجودة في المكتبة إلى خدمات إلكترونية نعم وخصوصا في مواكبة للتطور ومواكبة للأمور التقنية التي يشهدها العصر حاليا فقامت المكتبة بتطوير هذه الخدمة حيث يمكن للمستفيد والجمهور استعارة الكتب واستلامهم عن طريق جهاز الحجز الذكي نعم ويمكنهم إرجاع الكتب عن طريق جهاز الإرجاع الذكي الموجود خلف المكتبة وهذه الأجهزة من الأجهزة التي سهلت على الجمهور نعم خاصة للذين لا يستطيعون زيارة المكتبات في أوقات العمل الرسمية فهذه الأجهزة موجودة على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع نعم يعني ممكن للمستفيد أو للقارئ أن يرجع الكتاب المستعار عن طريق هذا الجهاز الذكي نعم من دون النزول من دون النزول من السيارة عن طريق المركبة وهذا ما يميز هذا الجهاز ويميز المكتبة على مستوى الشرق الأوسط نعم كيف شفتوا الإقبال على هذه الخدمات اليوم التي بدورها في الحقيقة يعني اختصرت الوقت والجهد على المستفيدين المتعاملين والقراء وعليكم أنتم كموظفين اليوم في مكتبات الشارقة العامة في الحقيقة هناك إقبال كثير تحظى به من مكتبات الشارقة نعم وخصوصا لتنوع الجنسيات الموجودة في مكتبات الشارقة كأعضاء من الدولة ومن خارج الدولة نعم وحتى أثناء الجائحة كانت المكتبة تحرص على أن تكون بجانب رواد القراءة ومحبي القراءة فبقت وعلى الرغم من الإغلاق الذي حصل فبقت مكتبات الشارقة أبوابها مفتوحة وأرفوفها مشرعة لجميع المستفيدين وبمختلف وشتة الطرق التي استطعنا تطويرها باستخدام التقنيات الموجودة التي أشهدها العصر نعم ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الحدث الثقافي الأبرز في الحقيقة في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات وفي المنطقة معرض الشارقة الدولي للكتاب في هذه النسخة الاستثنائية النسخة الأربعين في الحقيقة الذي يأتي هذا المعرض هذا العام تحت الشعار هنا لك كتاب ما هي طبيعة مشاركتكم اليوم في هذا المعرض في الحقيقة مشاركة مكتبات الشارقة تنظم خطة مع كافة فروعها في تنظيم الدورات وورش العمل والجلسات الحوارية نعم والكثير من الجلسات الحوارية التي ستكون على أرض الواقع في معرض الشارقة للكتاب تزامنا مع الدورة الأربعين نعم وأيضا ستكون إلكترونيا عبر التطبيقات المرئية نعم وهناك مبادرة جديدة أطلقتها مكتبات الشارقة ألا وهي حديثا مبادرة المستشار القارئ حيث ستنظم التي نظمتها مكتبة خرفكان العامة حقيقة في معرض الشارقة للكتاب حيث سيتطوع أكثر من 17 متطوع في المعرض وسيقومون بمساعدة الجمهور في اختيار الكتب التي تناسب اهتماماتهم الشخصية والتي تنمي لهم شغف القراءة في المعرض بإذن الله نتمنى لكم كل التوفيق من نجاح الأستاذ عبدالله الجلاف مطور أنظمة وتطبيقات في مكتبات الشارقة العامة يعطيك الصحة والعافية الله يعافي نحن شكري لك في الحقيقة تواجدك معنا اليوم في استوديو صباح الشارق شكراً شكراً حياك الله الله يعافي